مرحبا بكم في إشارة زي بيز اليوم سنقدم لكم خبز بالزيتون نحتاجه الزافة الفورس جوز ديف سبيسيال زيتون أسود مقطع زيتون أخضر مقطع دوائر نسموه بالزعتر علقة كبيرة الخميرة الخبز معلقة الملحة و المادة فيها نجمع العجين نحن نضيف لمعهر نضيفه نضيف فورس الموضوع نضيفه 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 الملحة تقصر الملحة خلط الخمير أمضع الخبز أمضع الطحين وعندما نجمعها مع الملحة بعد أن تجمعها من الجينة سوف تكون مقصة مرخوفة سوف تحتاج 11 دقائق سوف تحتاج 5 دقائق سوف تحتاج 5 دقائق سوف تحتاج 3 دقائق سوف تحتاج 3 دقائق سوف تحتاج 3 الهوصف سوف تحتاج 4 دقائق اضع الزعتر اضع الزعتر اضع الزعتر اضغط الخبز هذا هو خبز دوازو يجب أن يكون لن أحضر وضعنا قوة سوف ندخل جيداً سوف نسلحه سوف نضيف الزجون نقطع دوائب وزيشون الكحل لا يريد أن نقوم بشكل جيد لنقوم بشكل جيد نقوم بشكل جيد نقوم بشكل جيد الضحة لمعرفة بشكل جيد نقوم بشكل جيد and petit نقوم بتخصيم coming نضيف المنزل 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 نضيف المسافة بيناتها نضيف المسافة بيناتها نضيف المسافة نضيف المسافة نضيف المسافة نضيف المسافة احتاج المدة 15 دقيقة خبز الموجود يتكون بحلقة يكون الزيتون يوجد الزيتون يعني انتكالية معكس اتنقدمو لكم الصحورة لا ننسى اشترككم في الفيديو دعوه جام وإجتماعي تنسى في الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة